موسيقى أهلا ومرحبا بحضرتكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واجه الصحافة وحلقة هذا الأسبوع تدور حول موضوع يهم حضرتكم بصورة كبيرة الموضوع يتعلق بمنظومة تأمين الصحي الشامل في مصر وأهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين في إنجاح هذه المنظومة ففي إطار سياسة الدولة واستراتيجياتها من أجل بناء الإنسان المصري وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له جاء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وقال الرئيس السيسي خلال فتاح المشروعات القومية بمحافظتي بور سعيد وشمال سيناء صباح الثلاثاء الماضي إمامنا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم وانطلاقا من بور سعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على أهمية التزام المواطن باشتراك التأمين الصحي الشامل لإنجاح هذه المنظومة الجديدة إلى جانب التزام الدولة بنصيبها عليها تحال الحديث حول هذا الموضوع للتعرف على كل المعلومات المتعلقة بهذه المنظومة الجديدة وكل المحاولات لتزليل أي عقبات في سبيلها يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفينا الكرام في هذه الحلقة من واجه الصحافة كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ونرحب بك دكتور هاني شرفتنا أهلا ونساعد بحذك ودكتور ممدوح حلال مدير عام التأمين الصحي بجنوب الدقاهلية سابقا شرفتنا دكتور ممدوح كالعادة بنستأذن حضركم مع مشاهدين الكرام نقرأ أهم ما جاء في الصحافة المصرية في الفترة الماضية حول هذا الموضوع بعد فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك لفتح باب النقاش والحديث والحوار مع ضيوفنا الكرام تابعونا بعد الفاصل بنبدأ جولتنا الصحفية هذا الأسبوع من صحيفة الوطن وتحت عنوان السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي الشامل قالت الصحيفة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية وذلك خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء وقال الرئيس السيسي إمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره ومن أجل مستقبل أن يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة أعلنوا إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية بنتحول لأخبار اليوم التي جاء فيها مدير مشروع التأمين الصحي الشامل السيسي لديه إرادة سياسية قوية حيث قال الدكتور أحمد السكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن نظام التأمين الصحي الشامل ليس وليد اللحظة لافتا إلى أنه يتم التخطيط لمنظومة التأمين الصحي تشريعية منذ عام 1998 وبدأت الدراسات الكتورية لهذا النظام منذ عام 2004 وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه الإرادة السياسية القوية لاتخاذ قرار تطبيق هذا النظام بهذا الشكل وأشار إلى أن مصر استطاعت القضاء على فيروسي والانتهاء من العمليات الجراحية الكبرى بعد قائمة انتظار طويلة نتحول إلى صحيفة المصري اليوم بعد إعلان السيسي إطلاقها رسميا ماذا تعرف عن منظومة التأمين الصحي الشامل قالت الصحيفة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر رسميا ولكن ماذا نعرف عن منظومة التأمين الصحي التي أطلقها الرئيس رسميا في هذا اليوم في جميع أنحاء الجمهورية هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين تكون الأسرة هي وحدة التغطية المنظومة كما تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخصية والعلاجية وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية في صحيفة اليوم السابع جاء الأقصر تواصل تجهيز سبع مستشفيات وتسع وحدات صحية استعدادا لتضييق التأمين الشامل حيث تواصل محافظة الأقصر العمل على قدم وساق لتجهيز كافة البيانات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقها رسميا مطلع مارس 2020 حيث يتم حاليا إعداد وتجهيز المستشفيات التي تم اختيارها لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الجريدة بالأقصر وهي سبعة مستشفيات في كافة مدن المحافظة وسيتم تطبيق الفعلي للمنظومة في الموعد المحدد لها في مارس من العام المقبل بمشيئة الله 2020 في صحيفة صدى البلد صحة البرلمان تكشف هدف تتشيل منظومة تأمين الصحي الشامل حيث أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بجهود الدولة في تتشيل منظومة تأمين الصحي الشامل وأن الهدف منه هو خفض معدلات الفقرة والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان إلى أن النظام الجديد تكافلي اجتماعي يقدم من خلاله خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع بدون تمييز لافتا إلى أنه يشبه النظام القائم في انجلترا مما يشهده من جودة عالية بالمستشفيات وضقة وتكافل وغير ذلك من أفضل الخدمات العلاجية المقدمة نعود مرة ثانية لصحيفة اليوم السابع وفيها الصحة العالمية مهنئة مصر بمنظومة التأمين الصحي تكتبون فصلا جديدا بالتاريخ حيث هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهنوم الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بانطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وقال في كلمة مسجلة بثت خلال افتتاح عدد من المشروعات بنطاق محافظتي بور سعيد وشمال سيناء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أريد أن أكون معكم ولكن منعتني الظروف وأبعث اتهاني لكم ولحكومتكم وللشعب المصري بهذه المناسبة الرائعة فأنتم اليوم تكتبون فصلا جديدا في تاريخكم الطويل والحافل بنختتم جولتنا الصحفية من صحيفة الشروع وجاء فيها الرئيس يطالب الإعلاميين بتوفير التوعية للمواطنين لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل حيث طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلاميين بالعمل على توفير التوعية للمواطنين بمنظومة تأمين الصحي الجديدة من أجل إنجاحها مؤكدا أن مائة مليون مصري في رقبته مشيرا إلى أن الدولة قدمت وستكون ملتزمة بتقديم ما عليها لإنجاح هذه المنظومة مشددا على أن نجاحها مرتبط بتعاون الجميع من مواطنين وغيرهم لتحقيق هذا الهدف بكده بيكون جولتنا الصحفية انتهت وبعد فاصل قصير بنعود ضيوفنا الكرام للنقاش حول طبيعة هذه المنظومة وأهم مميزاتها وكيفية إنجاحها من قبل الدولة والمواطنين وكيفية تزليل العقابات في سبيل إنجاح هذه المنظومة عودوا إلينا بعد فاصل قصير جديد لحضراتكم التحية والتحية موصولة لضيوفنا الكرام كل من الدكتور ممدوع والدكتور هاني مع حفظ الألقاب أسمح لي أبتدي معاك دكتور ممدوع فخلينا ناخد نبزة سريعة لإنه في البداية بناخد يعني فتحة تمهيدة للموضوع قبل ما ندخل فيه بعوم إيه اللي بيميز منظومة تأمين الصحي الشامل الجديدة عن المنظومة السابقة اللي كلنا عارفينها واللي كان المصريين بيستفيدوا منها بطبيعة الحال بسم الله الرحمن الرحيم المنظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة شاملة وبتشمل بتغطي معظم أفراد الشعب المصري خطي بالحضراتك بعكس المنظومة القديمة اللي كانت بتغطي فئات محددة وبعدة قوانين المنظومة الحالية هو قانون واحد على الجميع المنظومة القديمة على سبيل المثال كان مقدم الخدمة هو الممول ولذا ما كانش فيه شرفية تامة ولكن في هذه المنظومة مقدم فصل الخدمة عن التمويل وده هيبقى أخد فيه جودة رعاية صحية هنا بقى فيه متابعة ومرقابة للمؤسسات أو الصحية التي تؤدي هذه الخدمة المنظومة بتاعة التأمين الصحي الشامل بتدي حاجة ميزة مش موجودة ممكن المريض يتم تسفيه ويسافر بالقارج يتعالج على حيث على نفقة الدولة للخارج مكنش هذا في القانون الأديم المنظومة الأديمة كانت بتطلع بقرارات طبعا على نفقة الدولة وقرارات خاصة بالزبط كده حضرت القانون التأمين الصحي الأديم على سبيل المثال كان بيغطي فئات محددة أنا قلت فئات محددة الموظفين الطلبة عدة قوانين صدرت لكن ده يبقى شامل لكافة لمعظم أفراد الشعب هو مستثنى من القانون الجديد أنه ليس إجباري على المساعدين اللي هم بيشتغلوا بره والأسر بتاعتهم المقيمين معهم بره وما هو يطبق على القوات المسلحة على اعتبار أنه لها منظومة خاصة بيه لها منظومة خاصة بالتأمين الصحي خاصة بيها لكن مغطة بقى على جميع الأفراد بقية الفئات الأخرى لأنه هي حاجة جميلة جدا وهي أنه سيتم تغطية هذا النظام على المقيمين من خارج الجمهورية هنا في مصر والمختلفين والخسريين والسودانيين الطلبة لبعثات الدبلوماسية سيتم عمل منظومة تأمين صحي لهم تمام تمام دكتور هاني طبعا أنا يمكن يعني بحاول أن إلا حضرتك رأي الناس أو جزء من طباع الناس عن المنظومة في بدايتها يعني فكرة أنه أي مواطن في أي وقت يحتاج لرعاية صحية عجلة يتقدم لأي مستشفى علشان يتلقى الخدمة لعجلة هنا بيبان أنه ربما أصعب حاجة في المنظومة الجديدة هي فكرة التمويل هيجي من إيه؟ هو طبعا يعني يمكن التمويل ده هو الأول إحنا بنتكلم على منظومة التأمين الصحي الشامل اللي الفلسفة فيها أنه هي نظام الزامي تكافولي وأنه قائم على فصل التمويل على الخدمة نزيد دكتور مندوح مقال وأنه فيه ثلاث هيئات القانون رقم اثنين لسنة 2018 نظم دور كل هيئة من الهيئات الثلاثة فيه هيئة التأمين الصحي الشامل وهي هيئة التمويل اللي هي منوط بيها لم الاشتراكات وتمويل خدمة وفيه هيئة الرقابة والاعتماد اللي هي الهيئة اللي بتقوم بتسجيل المستشفات والوحدات والمراكز تبقى لمعايير الجولة هل تدخل في المنظوم؟ لأنه أكيد مش كل هيدخل في المنظومة مفيش مستشفى أو وحدة أو مركز بتخش المنظومة للنظام إلا لما تعتمد تبقى لمعايير هيئة الرقابة والاعتماد وهيئة الرقابة والاعتماد السمة المعايير لجزئين جزء تسجيل الجزء التسجيل ده هو شرط أساسي لدخول المستشفى أو الوحدة أو المركز المنظومة ثم بعد دخولها المنظومة معاها بحد أقصى 30 عشان تحصل على معايير الاعتماد العالمية من هيئة الرقابة والاعتماد ثم هيئة الرعاية الصحية وهي الهيئة اللي هي بتقدم الخدمة للمواطنين وهي هيئة تقديم الخدمة وبتقدم الخدمة للمواطنين في ثلاث مستويات أساسية المستوى الأول وهو مستوى الرعاية الأساسية اللي هو بيبدأ من الوحدة الصحية أو المركز الصحي ثم بعد كده المستوى الثاني اللي هو المستشفيات ثم المستوى الثالث اللي هي المراكز الأكثر تخصصية زي مراكز الكلة والقلب واخلي المستوى الثالث ده يدخل إلى لك دخل مصر وخرج مصر أفتكر بمعنى؟ بمعنى إنه لو الاحتياج للسفر زي ما كان بيقول دكتور ممدوع من ضمن القانون التأمين الصحي الشامل إذا كان مريض له علاج والعلاج ده غير موجود أو الخدمة دي مش موجودة من حق المريض إذا كان هذه الخدمة متوفرة في الخارج أن الهيئة التأمين الصحي الشامل بتسمح له بأنه هو يسافر للخارج لتلقي العلاج فهنا السؤال بتاع حضرتك أن التمويل نفسه المسؤول عن التمويل نفسه هي هيئة التأمين الصحي الشامل اللي هي الهيئة التالتة وأعتقد أنهما في مصادر التمويل متقسم لـ 30% دي الاشتراكات اللي بيخلوها من المواطنين وفي حضرتك دي 35% و30% اللي هم الغير قادرين وبتتحملهم الدولة بالكامل وال35% الآخرين اللي هم عن طريق الطرق الأخرى اللي هو زي مثلا عن طريق السجائر أو الضرائب أو وطفر يعني بشكل أو باخر برضو طبع ميزانية الدولة فده هو النظام التمويل اللي بتقوم بيه هيئة التأمين الصحي الشامل أنا ليس سؤال بس أدخله قليلا حتى نخرج لمتابعة التقرير يفتح الباب للنقاش أكثر بعد متابعته مع حضراتكم هلنتابع هذا التقرير مع مشاهدين الكرام ثم نستأنف الحوار مع حضراتكم تابعونا بعد متابعة هذا التقرير مشاهدين الكرام إيمانا بحق كل مواطن في رعاية الصحية المتكاملة أعلن رئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد تحقيقا لحلم طال انتظاره واستمرارا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بكافة محافظات الجمهورية الرئيس السيسي أشار إلى أن العام القادم سيشهد بدء تنفيذ المنظومة لتشمل عدة محافظات كمرحلة أولاهية الإسماعيلية السويس جنوب سيناء الأقصر أسوان إلى جانب بورسعيد كما أوضح الرئيس السيسي أن مضرة التأمين الصحي الشامل سوف تشمل كافة أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات وفق خطة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما رئيس الجمهورية شدد أيضا على ضرورة أن يتحدى الجميع من أجل إنجاح النظام ليس في بورسعيد فحسب ولكن في شتى أنحاء الجمهورية وأشار إلى أن الدولة وحدها لن تستطيع إنجاح المشروع لأنه مشروع تكافلي لابد أن يتشارك في نجاحه الجميع من خلال بدل المزيد من الجهد كما أكد سيادته أهمية توعية المواطنين بالنظام الجديد وتمثل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد النقلة النوعية غير مسبوقة حيث تمثل نظاما تكافليا اجتماعيا تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئة المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية تهدف المنظومة لخفض معدلات الفقر والمرض وتركز على توفير الحماية الطبية الشاملة للأسرة بالكامل عن طريق ثلاث هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هي هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معيير الجودة المعمول بها وثالثة هيئة التأمين الصحي وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي من جديد لحضركم التحية والتحية موصولة ضيوفنا الكرام الدكتور مبدوح ودكتور هانيو برجع لحضركم مرة تانية دكتور مبدوح يمكن حضركم قلت كلام من بينه أنه المنظومة تتكامل بأشكال أخرى يعني يمكن حتى فيه رعاية صحية وممكن تقدم للأجانب لكن قبل ما ندخل في النقطة دي على وجه التحديد عايز أعرف من حضرتك إزاي مصر استفادت من أنظمة سابقة لأنه فيه كلام بيتقال على أنه المنظومة دي تشبه إلى حد كبير النظام المطبق في إنجلترا هو كان فيه دراسات حضرزك قبل كده كانت معمولة قامت بأوزارة الصحة وكان الدكتور بحاتم الجابلي كان له دور كبير جدا فيه وتمت فيه دراسة اسمها دراسة مكنزي وكان فيه دراسة اكتورية وكانت جاهزة المشروع طبعا الدراسة الاجتورية المقصود بها علشان المشاهدين يتابعونا هي مسألة حسابية يعني معدلة حسابية بالضبط كده التكاليف فهو حضرتك المنظومة وصلت كان العائق التمويل العائق فيها كان التمويل طبعا فهو طبعا عشان أدي خدمة صحية جيدة وممتازة وزي ما حضرتك بسول بتشابه الخدمات الصحية المؤدية في دور المقدمة لابد أننا يبقى في عندي تمويل صح صح أن مقدم الخدمة بيأخذ هامش ربح صح أن الطبيب نفسه والفريق طبي بيستفيد من العمل في هذا المنظوم بيأخذ العائد المادي اللي يخليه ما يبصش لأي مكان آخر هو ده بقى مكانه ده شغله صح أنا عايزي بقى فيه تفرر لهذا العمل فعشان يبقى فيه تفرر لهذا العمل لابد أنه يأخذ مكافئ مادي يعيشه حياة كريمة صح عشان يوم متفرق لهذا المكان يوم متفرق للكفاءات أنا شايف من وجهة ناظري أن فيه إحنا دلوقتي بدأنا في محافظات وبنأخذ الأطباء اللي موجودين في المحافظات اللي متمش تتطبقش فيها هذا النظام طيب هيحصل فيه فجوة خلل في المحافظات اللي تتفد منها طبعا طبعا طب أنا عايز أغطي أغطي أزاي بدفعك جديد أو المفروض مفروض أن يبقى الوزارة الوزارة بالتعاون مع نقابة الأطباء تحدد ما هو الخطوة التي تؤدي إلى زيادة أعداء الأطباء يما هم شايفين القوات المسلحة مكتافية بالأطباء بضوحهم وفتتحت كلية الطب على سسته تنظم الموظومة عندهم بالضبط كده حضرت إحنا ما هيش برضو فكرة أنا أحط كلية الطب زي ما أنا بشوف في مراكز في الأرياف على سبيل المثال دي كيرنس محطوط فيها كلية الطب سمات النفاقوس بيحطوا فيها كلية الطب خريج كلية الطب ده مرم في مستشفى جميع إزاي أنا عايزة أطلع خريج متدرب وزي ما الوزيرة عملت حاجة جميلة جدا إن هي أصفرت دفعة من الطبيب الأسرة إلى إنجلترا على أساس يأخذوا الشهادات هو العدد يعني حول 100 طبيب وفي دفعات أخرى فاتحوا التدريب بصورة كبيرة يعني إحنا عايزين نطلع طبيب الكوف اللي يؤدي الخدمة لصالح المريض المصري وهو يستحق هذه الخدمة وطبعا الدولة مشكورة قامت بمجهود رائع جدا في الدفع والتعجيل بإنجاز هذا المشروع تمام هو واضح إن إحنا محتاجين يعني إيه؟ إصلاح شامل للمنظوم خلينا نرجع للجزئية حركة يعني أثرتها ونبتدي منها الاشتراكات اللي هتحصل من المواطنين كيف ستحصل؟ يعني هل باختيار المواطن الاشتراك ولا من خلال آلية مثلا زي الموظف بيقتطع من راتبه نسبة معينة زي الطالب بيقدم اشتراك معين مع المصاريف الدراسية مثلا وبالشكل ده هتكون بتشابه المنظومة الأديمة إنها بتهتم بفئات يعني إزاي سائر عموم الفئات تقطع الاشتراكات دي؟ يعني أنا أقولت حتك قبل كده إن موضوع دفع الاشتراكات ده منطبيه هيئة التأمين الصح الشامل اللي هي التالتة يعني أنا أمثل هيئة الرعاية الصحية لكن عايز برضو أجاوب حضرتك إنه هو طبعا بيتخصم من الموظف اللي هو بيشتغل 1% لو زوجته لا تعمل بيتخصم 3% بيدفع لها 3% وبيدفع 1% عن كل ابن من الأبناء يعني بتكلم مثلا لو فيه أسرة مصرية مكونة من أب وأم وطفلين مثلا مثلا يبقى كده 5% واحد الموظف ثلاثة الزوجة اللي هي غير عاملة يبقى 4% ولا ثلاثة شاملة الزوجة تؤصل لا لا واحد وتلاثة يبقى أربعة يبقى أربعة ولو فيه طفل يبقوا خمسة لو فيه طفلين هيبقى ستة مصبوط فده إجمال الدخل يعني لو واحد داخله 3 تلاف فيبقى ستة في المية من الثلاث تلاف لو داخله أربعة تلاف يبقى ستة في المية من الثلاث تلاف وبيتخصم بعد كده الأعمال الحرة مثلا بيتخصم 5% المعاشات بيتخصم 2% دي طريقة القانون اللي نص عليها في خصم الاشتراكات من المواطنين وتقوم هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد تلك الاشتراكات من المواطنين وده الجزء اللي هو مهم اللي هو علشان يدخل النظام المواطن لازم يتسدد منه الاشتراكات دي شهريا وبالتالي يبقى ليه الحق انه يدخل منظومة التأمين الصحي الشامل طيب مش عارف احنا اتكلمنا على الخدمة الطبية اللي بتقدم مثلا للقوات المسلحة ربما فيه جهات أخرى ربما فيه مثلا شركات عندها أنظمة تأمين صحي خاصة بيها يعني متعقدة مثلا مع مستشفيات أو متعقدة مع منظومة طبية معينة بتشمل الموظف العامل مثلا في هذه الشركة مثلا ولتكن شركة دولية أو شركة كبيرة استثمارية كبرى انه يتلقى كل خدمات الرعاية الصحية اللي هو محتاجها من البداية للنهاية طب ده هيبقى ملزم ده ملزم مثلا بانه هو ينطبق عليه منظومة من الصحي الشامل ولا هو المسألة هنا اختيارية بالنسبة له حقولنا الزامي حضرتك القانون التأمين الصحي الشامل وقانون الزامي تكافلي الزامي يعني ملزم لكل الفئات عشان يغطي جميع المواطنين في الدولة تكافلي يعني بيضمن اللي هو الدخل قليل انا واضحنا مستعرف كمان بالاساس هو توفير فرصة علاج غير القادرين من صح التعبير على حساب بقية المجتمع بصورة اخرى يعني بقى فيه مساواة وفيه عدل فيه الخدمة الطبية الصحية اللي بتؤدى تبقى لمعارج جودة لجميع المواطنين يعني مفيش استثناء جميع المواطنين من حق المواطن ان يحصل على خدمة طبية ذات جودة عالية وده النظام اللي قائم عليه التأمين الصح الشام يبقى اذا كل المواطنين من حق ان هو يتعالج وهنا الدولة هنا بزلت مجود كبير جدا في رفع كفاءة المستشفيات سواء كان من التجهزات الطبية والتجهزات الغير الطبية البنية التحتية للمنشآت متابقة لمعارج الجودة في نهاية الرقابة والاعتماد بتدخل تعمل سيرفي للوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات وبتعتمدها طبقا لمعارج الجودة تبدأ المستشفى دي او الوحدة الصحية تدخل للنظام النهاردة فيه مراجعة للقوى البشرية النهاردة فيه رواتب عالية للأطباء والتمريد والموظفين والإدارين والفنيين عشان يخلي فيه موتيفيشن وتحفيز الخدمة النهاردة فيه نظم تدريب على اعلى مستوى للأطباء والتمريد والإداريين علشان يقدروا انهم تفتحها باب لمواضيع كتير ومواضيع مهمة عرض للأطباء والكفاءات ومستوى التمريد في مصر لأنه دي قضية تانية هو فيه قضية كتير ده احنا وضعنا احنا محتاجين نصلح المنظومة كلها بالصورة بالصورة اكيد هرجع على حراك نكمل النقطة دي بسحابنا انتقل للدكتور ممدوح واسألك طبعا بمينه الموضوع الزامي هل ده معناه ان كل الأنظمة الأخرى زي تعاقدات مثلا مؤسسات الكبرى لصالح موظفيها هتتلغي؟ اه ده بالتأكيد كله هيخضع للتأمين الصحي الشامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل فده ما فيش فيها كلام المستثنى الوحيد هي الخدمة الصحية لكن هي قائمة بالقوات المسلحة وده الاعتبارات طبعا تتعلق بالأمن القومي ومسادي كلها اكيد طبعا والمقيمين في الخارج ده اختياري ده اختياري ده اختياري يحب يشترك ما يشتركش خلاص المقيمين في الخارج معناه المهاجرين لكن هو من حقه ان يشترك في النظام او لا يشترك في النظام لان هو ببقى مشترك في النظام هناك في الدولة اللي هو فيها فأيم الزعودية أو في الكويت أو أبقى مشترك في تأمين صح هناك وبيدفع هناك نفس الحكاة ما إحنا هنعمله على الاجانب طب الاجانب ازرفهم هنعمله ازاي؟ ده هيبقى اختياري لهم ولا الزامي بقى الأجانب المقيمين في مصر الأجانب المقيمين في مصر ده المنواوط بهائي تبعاية صحية أنه هي بتحدد قانون للتأمين الصحي عليهم يعني لسه هيتفصل القانون بقى لسه هيتفصل للأجانب قانون وطبعا الأجانب المقيمين لا لسه أحيان أكيد يا دكتور يعني غير اللي بيجي الفترة أو بيمشي اللي هو الساقح اللي بيجي ده برضو لا دا ممكن بمدة محدودة ممكن يدخل المنظر بشيء يعني أكيد برسوم معينة لا وارد أنه هو برضو السائح اللي جاي ممكن لأنه لو أصيب هيبعو فيه إذا كان طارق الطارق بمجانية لجميع الفئات المجتمع الطارق المجانية لكن في طب ده معناه أنه قانون لسه يستكمل في استكمالات أكيد لأن مهائة بعاية دلوقتي زي بالظبط مهائة بعاية بتشتغل دلوقتي بتجاه هذه المستشريات على عدد محدد من المحافظات وبتهد بيجيا لمدة 15 سنة تكون المنظومة اكتملت على مستجم هري المحافظات اللي مفيش فيها المنظومة التأمين الصحي الشامل بتظل على الأنظمة القديمة زي التأمين الصحي زي الوزارة الصحية المتعلق بقى بالموظفين متعلق بالطلبة غير هما بالظبط لكن اللي طبق عليها النظام التأمين الصحي الشامل بتغضع تماما للقانون رقم 2 وهي مراحل زي ما احنا عارفين بلقية فبور سعيد انا اخذ من كلام الدكتور ممضوح يمكن ان كلمة واحدة المتعلقة بـ 15 سنة قد كده المنظومة محتاجة لهذا الوقت علشان تتطبق على عموم الجمهورية على عموم المواطنين على عموم البشر الموجودين على أرضها وخاصة ان التعبير اللي قاله تدرس أدهنوم تعبير برضو بيحمل دلالة قريبا من معنى دوت انه دي هات لحظة تاريخية بصورة من الصور يعني حقيقة طبعا يمكن ان هو التدرج في التطبيق يضمن الملائة المالية ممكن حضرتك تكلمت على ذلك في أول اللقاء فده مهم جدا ان احنا التطبيق التدريجي ده لان حضرتك النهاردة في يعني النهاردة في دولة بتتكفى بمصاريف كبيرة جدا لتجهيز تلك المستشفيات والوحدات والمراكز نهاردة حضرتك في محافظة برسعيد النهاردة تم الإطلاق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصح الشامل نهاردة فيه خمس محافظات داخلين طب سمعني في المطع دكتور هاني ودي ممكن نقطة ما عرفش ده مجالها ولا لا بس خلالنا نكون صرحة واضحة نحن نتفقنا على ذا قبل ما نخرج الحلق قدر من الموضوعية والشفية مطلوب لانه ده موضوعها يمسحة كل المواطنين لما يكون فيه مواطن مصري مقيم في محافظة اخرى غير برسعيد ولا تكون القاهرة ولا تكون الدقاهلية او غيرها وعايزة تلقى هذه الخدمة في المنظومة الجديدة منظومة التأمين الصح الشامل ويسافر لبرسعيد النهاردة او بكرة علشان خاطر يتلقى خدمة طبية معينة في احدى المستشفيات ولا تكون فحص او تحليل او اشعة هو بيتلقى العلاج وبيطالب العلاج هيكون ازاي المخرج من الموضوع بس عايزين يتكلم هو كلمة سافر هو دلوقتي النهاردة محافظة برسعيد تم تطبيق نظام التأمين الصح الشامل فيها على الوقت فيها كل مواطن اهل برسعيد موفوض انه ليه كرنيه تمام وفتح ملف للأسرة بتاعته وبيتوجه للوحدة الصحية وبعدين بيصحة الوحدة الصحية طبيب الأسرة بيتم الكشف على المريض واعطاء العلاج ليه لو هو احتاج ليه خدمات تخصية اكبر ممكن يحوله للمستشفى النهاردة لو فيه مواطن مش من برسعيد وجه في حالة طرقة ودخل على مستشفى من المستشفيات اللي موجودة في محافظة برسعيد هيلقى الخدمة الطبية على أعلى مستوى فإذا الحالات الطرقة هناه بيتم تقديم الخدمة ليه على أعلى مستوى دون النظر للمواطن ده دخل في المنظومة ولا مش دخل في المنظومة لكن الحالات انا عارف ان حالات طبعا وإحنا حرسين كلنا على انه مبقاش فيه نوع من أنواع الايه الضغط على منظومة تأمين الصحي الشامل في برسعيد أكيد يعني وإلا هتعجز عن تلبيت الخدمة لأنه أكيد محافظة برسعيد برضو لها طاقة وليها عارض سكان والكلام ده كله لكن لو عارض من المواطنين وحضرك عارف العقلية المصرية بتفكر إزاي في المواقف اللي زي دي استغلت المواقف وكل اللي هيروح هيروح على إنه طارق يعني داخل على عيارة الطوارق لا ما فيش حاجة اسمع كل حاجة فيه بروتوكولات بتقول إيه الحالة الطرقة وإيه الحالة الغرطة النهاردة حضرتك النهاردة حيب أقول لحضرك فيه تطبيق في خمس محافظات دلوقتي حاليا لقصة وأسوان وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وفيه دلوقتي النهاردة الخمس محافظات دولة بدأ فيهم تسجيل الملفات للأسر والمواطنين ويمكن دلوقتي النهاردة إجمالي اللي تم تسجيله من الأفراد يمكن في برسعيد وصل خمسمية ستة وتتين ألف ولو دخلنا الخمس محافظات كمان اللي دخلوا تجاوزنا البنيول وثلثمية ألف في أول شهر مارس بإذن الله هيتم الافتلاح التجريبي لمحافظة الأسر ومحافظة جنوب سيناء بعد كده هيستكمل تباعا بقى المحافظات النهاردة طيب لغاية ما يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات الأخرى النهاردة في مبادرة المستشفات النموذجية في المستشفات النموذجية دلوقتي موجودة طيب عن نهاردة المستشفات النموذجية واسمحنا نتلقى في دقائق ونرجعنا نستكمل هذه النقطة لأنه معنا اتصال هاتفي وعبر الهاتف الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحي دكتور علاء تحياتي لحضرتك ومرحبا بك تحياتي وتحياتي بفك أهلا بك فاندمو الحقيقة هو طبعا موضوع منظومة تأمين الصحي الشامل الجديدة بتطرح تساؤلات يعني واضح أن هي مبنية على مشاريع موجودة في مصر منذ سنوات يعني يمكن من التسعينات ويمكن من قبل كده ودلوقتي أصبح هو الموعد اللي هو يعني الوقت الحرج اللي ما ينفعش نتأخر عن عن تطبيقها فيه الفكرة يعني هل يمكن يعني أن نعزي فضل يعني بدء التطبيق لهيئة التأمين الصحي للرئيس السيسي للضرورة يعني حرك شايفي القانون صدر إزاي كل الحاجات دي كل الحاجات دي مع بعضها أنا عايز أقول أن ده أهم تجهير في نظامنا الصحي منذ نشقته وبالتالي أنا عايز أدعي المواطنين للمشاركة بجدية والثقة في النظام ده والحفاظ عليه لأنه ده مستقبل الصحة في مصر إزاي يا دكتور علاء بتدعو المواطن إزاي أولا الاتذان بالنظام مدخل النظام هو أهم حاجة فيه اللي هو الجيد كيبر بتاعه طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الأساسية تمام لازم يسجلوا كلهم تمام المليون مواطن في بورسعيد يقبلوا على التسجيل حسب سكانهم وهو ده اللي هينجح النظام أن الناس تؤمن به إيمان حقيقي أنه هيحقق لهم العدالة الاجتماعية طب سمحني في المواطنة يا دكتور علاء حرك عندك شك في كده ده 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 النظام ده بالأساس بيستهدف ربما غير الخاضرين وربما ده تعتبر بالنسبة لهم بصيص أمل لي لاحترام أدميتهم والرعاية الصحية لهم بينتظروه بالضبط زي ما أنت بقول أهم حاجة في النظام أنه بيستهدف غير الخاضرين من خزانة العامة هتمولهم ودي صفقة محصلتش في مصر في تاريخها الصحي على الإطلاق الحاجة التانية أن النظام ده بيشترد جوزة الخدمة للناس بدون تبييز ودي كمان حاجة يعني فوق التخيف فيه إرادة سياسية المراضي قوية جدا والله هي فيها ارتقاء مجتمعي وارتقاء سياسي وارتقاء بشري المعاني اللي حاركوا التهادية بس هي الفكرة أنه أنه ده بيحصل لدكتور علاء في وسط منظومة محتاجة لإصلاح حاجات كتير يعني عرض الأطباء مستوى التنوريد في مصر مستوى الخدمات المقدمة في كل المستشفيات سواء حكومية أو عامة أو مركزية أو خاصة احنا مش هنقدر نحل المشكلات دي إلا بتطبيق هذا النظام طبع يعني تطبيق النظام ده هيحل كل المشكلات دي في السكة كويس يعني هيجبر كل الأطراف إنها تمشي صح وعلشان تمشي صح لازم التجربة بورسايد تنجح إحنا تبقى شوفنا الدولة أنفقت أجدئية على البنية التحتية بورسايد تمام ببلغ مش قليل مليار ومئتين مليون جنيه علشان المستشفيات تبقى أبجريدد وأبتوزر ساندر والوحدات الأساسية كمان فضل المواطن يشارك بقى يشارك بفعالية وأنا بدعو كل الأطراف إنها تؤمن بإن النظام ده هو الحل والله أنا حسن المواطن هيشارك بفعالية أسمع كتير مؤمن بالمنظومة وعايز يستفيد منها وأفتكر غير القادرين هيكونوا أول ناس هم هيبدروا بمحاولة الاستفادة منها طبعا لكن هي الفكرة هل حضرت تؤصل حاجة تانية مثلا زي دفع اشتراكات أو حاجة إحنا لسه بنكلم على بورسايد وخمس محافظات بعد كده ما هو لازم طبعا الاشتراكات بتخصد من المنبع يعني إحنا بنكلم على الاشتراكات ده جزء أساسي تمويل النظام طبعا والنظام من غير تمويل جايد هيقدر يقدم خدمة صحية إزاي مش ممكن لازم العليل التزام يأديه عشان ياختحق تمام بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة دكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحي وبعوض ديوف الكرام حالك توقفت عند مبادرة المستشفيات النموذجية أفتكر الاسم كده صح؟ تمام يا فن فضل يعني المبادرة دي هل هي جزء من المنظومة؟ هل هي حاجة هتدعم المنظومة؟ هو طبعا زي ما أطلق حزمة من المبادرات وده تمهيدا لتطبيق النظام الصحي بالنسبة للتأمين الصحي الشامل على مدار المحافظات الجمهورية خلال 15 عام القادمين منهم مبادرة المستشفيات النموذجية أن أنت حضرتك في كل محافظة على أقل يبقى فيه مستشفى أو مستشفيتين نموذجي على مستوى عالي جدا من الكفاءة والتجهيزات الطبية والغير طبية وفيها قوة بشرية وبحيث أن النهاردة كمان المستشفى دي تقدر أن هي تقدم للتسجيل في هيئة الرقابة والاعتماد وتقدر أن هي تاخد معي للتسجيل وبالتالي تقدر هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد معها زي ما ممكن تتعاقد مع المستشفى الخاصة كمان يبقى إذا النهاردة حضرتك نموذجي على محافظة محافظة بيتم فيها تطبيق النظام ويتم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل ثم تطبيق التدريجي للمحافظات الأخرى على بل ما نوصل للتطبيق التدريجي للمحافظات الأخرى يبقى النهاردة عند حضرتك برضو في كل محافظة في مستشفىات نموذجية متسجلة في هيئة الرقابة والاعتماد حصلة على ميار الجودة تقدر هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد معها زي ما ممكن تتعاقد مع المستشفى الخاصة وبالتالي تبقى المنظومة متكملة لحين ما نوصل للخمستاشر سنة وتوصل للقاهرة الكبرى يبقى حضرتك عندك منظومة التأمين الصحي الشامل غطت مصر بالكامل تمام دكتور ممتوحة دكتور مدير عام التأمين الصحي في جنوب دهلية وأكيد على اطلاع بكتير من هيا نقول المشاكل أو المعوقات اللي كانت بتعاوق تقديم خدمة طبية وصحية وتأمينية على الوجه الأكمل أو الأمثل يعني هل من بينها مثلا غير موضوع عرض الأطباء تدريب الممرضات أو التمريض لا في وجهة نظري أنه كان التمويل هو العاق في المنظومة التأمين الصحي الأديمة الأديمة كان التمويل ده عاق كبير جدا وحاولت الدولة بقدر كبير أنه هو تدعم هذا النظام لأنه كان في فترة وفتراتك بالشتراكات حوالي 6 مليار في السنة أنت بتتكلم على 40 مستشفى على مستوى الجمهورية تتكلم على أنك متعاقد مع ألاف من المراكز التخصصية ومراكز الكيلة والقلب والآخر تتكلم على منين من الموطنين بتتكلم على أبز الضبط ده حضرتك إحنا كان بيغطي هذا النظام حوالي 57% من الشعب المصري لأن عدد الموظفين زي الطلاب على كداد مراحل التعليم مختلفة يمكن يعدل 50 مليون بالزبط كده يعني حضرتك فده كان لود أو حمل كبير وبرغم من هذا التأمين الصحي أنا باعتبره هو جندي مجهول في منظومة الصحة في مصر لأنه شال على أكتافه جزء كبير جدا وجزء أعظم جدا ويكفي أنه في الوقت الراهن من أكتر المستشفىات اللي عملت عمليات جراحية مزبوط في منظومة مبادرة الرئيس يعني بإنهاء قوائم الانتظار بالزبط هي التأمين الصحي خد المركز الأول برغم هذه الإمكانيات وهذا يشكر وأفتكر أن هي التأمين الصحي برضو كان لها الفضل برضو في إنشاء المنظومة ووضع دراسات والقوانين الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشارع منذ بدايتها يعني يعطر هي حاجة بالأساس اللي بني عليه هذا النظام خدت بقى لحضبتك التأمين الصحي الحالي محتاج محتاج حاجات كتير يعني لأنه لسه قدامه مثلا للمدة دي على ما يخلص 15 سنة تقريبا أبس هو الدكتور علاء قال جملة كويسة جدا دكتور ممضوح لما قال إنه المنظومة الجديدة هتحل كل المشاكل دي في السك ده أكيد المنظومة الجديدة أولا إنت حضبتك كمنتفع مش هتأخذ الخدمة اللي ما تكون مسددة الاشتراك يعني على سبيل المثال ده فيه مثلا المعفى من الفئات المعفى كتير أو بالنسبة للمنظومة الجديدة يعني على سبيل المثال الناس بتاخد ممان اجتماع أقل من الحد الأدنى للأجور مفهوم مثلا أصحاب الإعاقة طب على ذكر العقام والنسب اللي قالها الدكتور هاني من شوي يعني الموظف زي مثلنا تقدر الدولة تطلع على مصدر داخله من المرتب فتخصم 1% أو 3% أو 5% أو يمكن النسبة اللي هتخصمها لكن الإنسان اللي بيعمل مثلا يوم بيوم يعني ده إزاي دولة هتقدر نسبة الاشتراك المفروض يدفعها وهل ده ممكن يكون باب للون من إعلان الفساد إن صح التعبير من قبل بعض المواطنين إنجاز الظن يعني إن هما يقدموا مستندات تثبت إنه دخولهم أقل ما هي دي برضو مشكلة لازم تعالي لا حضرتك فيه نقطة في المنظومة الجديدة هي المنظومة محكمة جدا محكمة ليه؟ لأنه فيه عدة وزارات هتشترك مع المنظومة التضمن الاجتماعي هتشترك الدرايب هتشترك مصلحة الأحوال المدنية هتشترك ببياناتها آه خطي برحب ده يعني فيها يبقى فيه تأمين صحي على كمان اللي هم جماعة اللي باع الجائلين بالضبط مدينة واللي عمليوا في البيوت الفئات اللي هي الدولة ما تعرفش عن نشاطها الاتصادي ده لسه كمان قصة آه فكل ده هيتغطى ويتحطوا رزق الميكانة هي أهم شيء ميكانة النظام ده من حاجة عبقرية نقطة دية نقطة حلوة إن أنا أرجع بها للدكتور هانس محلي صدق لإنه هو واضح إنه موضوع الميكانة حضرتك برضو مهتم بيه برضو زي الدكتور ما مدوح شوية آه زيادة الفكرة إنه هل الميكانة في حياة مصر والمصريين قريبا آه لابد أن تكون أمرا حتميا لإنه هتصلح الأنشطة الاقتصادية الرسمية وتدخل غير الرسمي في الرسمي وتكشف كل شيء للدولة فيبقى كل شيء قدر الدولة على إنها تقدمه بشكل يعني برضو نتكلم على منظومة التميين الصح الشامل اللي تم إطلاقها بمحافظة بورسعيد النهاردة في نظام للميكانة بيبدأ من أول ما المواطن بيتردد للوحدة الصحية علشان يفتح الملف بتاعه وملف الأسرة فالملف هنا مميكان التاريخ المرضي بتاع المواطن نفسه موجود في الملف بتاعه مميكان النهاردة عندما بتوجه المواطن لمكتب التسجيل اللي هو سي أم أو في الوحدة الصحية الموظف اللي موجود معاه تابلت بياخد على طول رقم التريفون والبيانات بتاعت المريض بيطلع الداتا بتاعته بيطلع إذا كان هو مؤمن عالية ولا لأ بيقدر يقوله النهاردة بيتحرك للعيادة الفلانية علشان يقابل الدكتور فلان الساعة كذا بعد كده بتحرك المريض بيدخل الدكتور بتقابل الممرضة الممرضة معها تابلت في إيديها أول حاجة بتاخد العلامات الحيوية بتاخد الطول بتاخد الوزن إنه بعض الناس ممكن تستمع لهذا الكلام دكتور هاني سامحني بيبقى عندها شك في قصة توجهوا يا فندم وشوفوا حضرتك قصة التابلت على اعتباره إنه برضو لسه المسألة ديت مش أسهل يا فندم إنه بقى فيه كمبيوتر قدام مش منظومة حضرتك بتفكر إن حضرتك هتعمل إزاي هي أول هولا حضرتك اللي بيحصل حاليا دلوقت حضرتك بيحصل دلوقتي المنظومة دلوقتي لم ي forget كمان الميكانة دي النهاردة بتضمن النهاردة الطبيب النهاردة إنه هو بيبقى عارف كل حاجة طبيب الأسرة المفروض عارف كل حاجة عن التاريخ المرضي بتاع المواطن اللي بيتربد العيوي الأسرة اللي هي مربوطة عليه انهاردة اللي عنده ضغط النهاردة اللي عنده سكر النهاردة عنده مشاكل مرضية عنده مشاكل صحية فالنهاردة الملف الإلكتروني بتاع كل مواطن وكل أسرة وكل مريض النهاردة ده مكتوب فيه كل حاجة تخص المريض ده حصل في بورسعيد موجود حاليا يعني ده تطبق حاليا في بورسعيد ثم نظام الإحالة يعني كمان النهاردة لو دلوقتي النهاردة المريض ده النهاردة المفروض من نسبة 75% بيتم علاجه داخل الوحدة الصحية لكن النهاردة لو فيه المريض ده محتاج عيالة تخصية أعلى أو محتاجة حجس في المستشفى فالنهاردة بيتم إحالة المريض من الوحدة الصحية للمستشفى تتم هذه الإحالة عن طريق الميكانة اللي هي مثلا قرب مستشفى بيخيروا فالنهاردة عنده ثلاث مستشفى بيخيروا بالمستشفى اللي هو يختارها والنهاردة فيه مسؤول إحالة موجود في المستشفى النهاردة قدامه التابلت شايف النهاردة أن فيه إحالة حصلت من الوحدة الصحية للمستشفى دي فيقدر يبقى عارف ان المريض ده هيجيله وهيجي العيادة الفلانية الساعة كذا على الدكتور الفلان بس المنظومة ده في بور سعيد تبانت على جزء من اللي ممكن يكون قاله الدكتور من دوحمة شوية اللي هي فكرة بقى انصح التعبير استيراد لأطباء من خارج المحافظة علشان تكتافي المحافظة لأطباءهم لو حصل عجز في محافظات مستقبلا ده هيكون محلول مش استيراد حضرتك الدكتور اتكلم على مشكلة كبيرة جدا ان النهاردة العائد اللي بياخده الطبيب الممرضة والموظف والفني اللي بيشتغل في المنظومة قليل النهاردة المنظومة دي راعد كده لما دكتور النهاردة الطبيب المقيم ياخد من عشر لاثناشر ألف لما اخصاء التمريد ياخد من تمانية لعشر تلاف لما فن التمريد ياخد من ستة لتمانية لما النهاردة الفني برضو ياخد من ستة لتمانية لما النهاردة الموظف على حسب الدرجة بتاعته اذا كان رابعة ولا تالتة ولا تانية ولا أولى بيبدأ من الأربعة تلاف ويستمر لغاية ما يوصل لتسعة تلاف على حسب درجته النهاردة إذن فيه مرتبات عالية جدا وفيه مرتبات عادلة في المنظومة في الوقت الحالي فبالتالي ده يشجع الأطباء يشجع التمريض زائد مش كل حاجة برضو الفلوس النهاردة بتكلم عن التدريب يعني الفلوس دي جزء مهم جدا لكن النهاردة حصول الطبيب وحصول الممرضة وحصول الفنية وحصول الموظف وحصول الإداري على التدريب أنا متأكد أن حركة تقول حاجة تانية غير التدريب هي أنه برضو هذه المهمة في النهاية مهمة إنسانية وده يمكن خرجت من قمصنا للأسف سنوات طويلة محتاجة ترجع بالمنظومة أنا محتاجين نقدم لكل مواطن خدمة طبية بمعايير جودة عالمية صحيح أنا تقريبا قدامي دقيقتين الوقت المتبقى لحضرتك لو تعالي أخير يا دكتور ممدوه لا أنا بدعه زي ما الدكتور علاء قال بدعه جميع فئات الشعب اللي هيطبق المطاق اللي هيبقى فيها تطبيق للمنظومة الخمس محافظات اللي هم اللقصة اللقصة جانوا بسيق إن جميع المواطنين يشاركوا في المنظومة لأنه بدهم مشاركة مش هيتلقى خدمة طبية وفي نفس الوقت مش هنعرف هل هو محتاج ولا مش محتاج يعني سابق المسأل لما رايز طلع في بورسعيد قال إن 300 ألف مواطن كان غير القادرين من غير القادرين ما إحنا عايزين برضو لهذه الفئة نهتم بيها ونه 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 300 ألف بس في بورسعيد بس 300 ألف أكيد يعني في فئات في أماكن أخرى حتى تفاوت النسبة تفاوت النسبة حسب أكيد على حسب كل محافظة ويمكن في الصعيد لظروف معينة ممكن تبقى النسبة أكبر ممكن 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 فده تتحملها خزانة الدولة وده شيء عظيم جدا لصالح المريض المصري اللي هو ذاق الأمرين في العهود السر تمام يعني نقدر نعتبر إن اللي بيحصل تعديل المنظومة الأديمة وتوسعها بحيث إنها تكون شاملة وفيها البعض الإلزامي والبعض التكافي والإلزام حضركم وإنكم تمام أنا بشكركم شكر جزيلا شرفتونا الدكتور ممدوع حلال مدير عام التأمين الصحي بجنوب الدقاهلية سابقا شكرا جزيلا لحضرتك والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية شكرا جزيلا شرفتونا شكرا لحضرك والسدر ماشرين والشكر موصول لحضركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة هذه الحلقة من واجه الصحافة على أمل اللقاء في الإسبوع القادم بمشيئة الله دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة